انقلابيون في جدة على ما قاموا به فعل التحالف أن يبشر بانقلابات أخرى كأن الدولة اليمنية باتت غنيمة حرب لمن بيده سلاح الغلبة هذا ما يبدو جليا بعد أن حقق الانتقالي انتصاره على الأرض بدعم عسكري مباشر من الإمارات إنها صراع مشاريع نحن اخترنا مشروع الصف الوطني والدفاع عن السيادة وهم اختاروا مشاريع أخرى ولهذا فإنها صراع مشاريع لكن ندعو الأخ الرئيس للتمسك بالثوابت تبرز الآن نتائج الصراع النعم في جدة لتكشف مضامين الاتفاق المعلن عن مرحلة جديدة من مراحل تفتيت القضية اليمنية أو هكذا يرى كثيرون تتمثل أبرز بنود مسودة الاتفاق الموقع عليها بالحروف الأولى في تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 45 يوما لتباشر الحكومة مهامها من عدن خلال أسبوع من توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة يعين الرئيس محافظا لعدن ومدير أمنا جديدا لها خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق يتبعه تعين محافظين آخرين لمحافظتي أبيا والضالع خلال 30 يوما ثم يعين الرئيس وبالتشاور محافظين ومدراء أمنا في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما أما ما يتعلق بترتيبات الأمنية فإن الاتفاق قضى بإنضاء كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية خلال 30 يوما ونقل جميع الوحدات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة لانتقال إلى معسكرات خارج عدن يحددها التحالف خلال 30 يوما من التوقيع وبحسب المسودة ستشكل لجنة من التحالف بقيادة المملكة لمتابعة تنفيذ الاتفاق تذهب أكثر الأصوات جرأة في الشرعية للتحذير من مكافأة الإنقلابيين وتشكيل حكومة تخضع لمزاج الخارج منددة بما يبدو كأنه مكافأة للقتل فيما ترى أصوات أخرى أن اتفاق الرياض يعد نهاية كاملة لمشروع الانتقالين يفقد خلالها إمكانية السيطرة على الجنوب وإمتلاك قوات خاصة به بمعزل عن الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية باعتبار أن الاتفاق ينهي مشكلة الانتقال دون حرب ويطوي الدور الإماراتي ويمكن الشرعية من بس سيطرتها على الأرض والقوات المنفلتة لا يبدو أن اليمنين يعولون كثيرا على الاتفاق الجديد نظرا لتجاربهم السيئة مع اتفاقات سابقة مشابهة فيما يبدو حرص السعودية على إنفاذ الاتفاق محاولة للخروج بماء الوجه من الأزمة التي يحملها كثيرون المسؤولية الكاملة عنها